حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة اليوم نعيش مع النصيحة الرابعة عشرة في سلسلة أهم ثلاثين نصيحة لحفظ القرآن أو للبدء بحفظ القرآن من دون معلم فقط بالتوكل على الله عز وجل معنى التوكل أيها الأحبة ينبغي أن نعلم ما هو التوكل كثير من الناس يعتقد أنك يجب أن تأخذ بالأسباب ثم تتوكل أنا أقول العكس هو الصحيح أن تتوكل أولا على الله سبحانه وتعالى وتترك الأسباب تجري لأنك عندما تذهب إلى شخص وتقول له يا فلان أنا أريد أن أتكل عليك في قضاء هذه الحاجة مثلا طيب يقول لك اعمل الحاجة ثم اتكل علي ما الفائدة يقول لك أنت أرتاح وأنا سأقوم بهذه المعاملة مثلا أنت أجلس وأنا سأنجز المعاملة وأتيك بها جاهزة هذا هو التوكل طيب أنا أريد أن أتوكل على الله في حفظ القرآن إذن أنا لا أبذل أي جهد فقط أستمع ماذا قال الله لي أقول يا رب اجعلني من حفظة القرآن أستجيب لنداء الله عندما قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أستمع ثم أبدأ بالقراءة وأتوكل على الله ويجب أن أعتقد بداخلي أن الله قادر على أن يحفظني القرآن من دون جهد ومن دون تعب الله قادر على كل شيء مالك الملك سبحانه وتعالى ثم هو الذي تعهد عز وجل لنا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يعني يقول لك أنا يسرت لك القرآن أنت فقط ابدأ يعني ابدأ الخطوة الأولى فقط بادر وستجد سلسلة من التيسير إن شاء الله اليوم أيها الأحبة أنا هنا لدي معلومة يجب أن نعتقد بها أحبتي في الله يعني يجب أن ندرك أن هذا القرآن ضروري بالنسبة لي يعني ليس مجرد حفظ عادي أو مجرد حب تأمل لا يجب أن أعتقد أن هذا القرآن هو وسيلة لسعادة والقضاء على مشاكل وهمومي أخي الحبيب عندما تحفظ القرآن وتكرره باستمرار ستجد لكل مرض وكل حالة تمر بها آيات مناسبة أي موقف تعيشه لابد أن تجد آية تتحدث عنه آيات لذهاب الحزن آيات للرزق آيات لعلاج الغضب آيات لتيسير الحمل والإنجاب آيات لتيسير الزواج رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير دعاء سيدنا موسى عليه السلام آيات ستمتلك عندما تحفظ القرآن ستمتلك أسباب الشفاء بين يديك يعني مثلا أنا ضاق صدري في مناسبة ما في موقف ما يجب أن أتذكر قول الله تبارك وتعالى يعني مررت بحالة من ضيق الصدر وعدم الرضا الله يقول لي وسبح طبعا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن ومؤمن من بعدي وسبح بحمد ربك لعلك ترضى أكرر هذه الآية فأشعر بالرضا أن الله قادر أن يرضيني لأن هؤلاء العباد خذلوني فالله سبحانه وتعالى معي وسيرضيني أتذكر هذه الآية فأرتاح نفسيا أمر أحيانا بحالة من الاكتئاب والضغط النفسي أتذكر دعاء سيدنا ذنون عليه السلام يونس وهو في بطن الحوت أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأتذكر كيف استجاب له وأنقذه فهذا الإله العظيم الذي أنقذ نبيا كريما من بطن الحوت وظلمات البحر وظلمات الليل قادر أن ينقذني من هذا المأزق وبالتالي عملية الحفظ ليست مجرد حفظ عملية حفظ القرآن هي أنك تمتلك أسباب الشفاء أنا وعدتكم في اللقاء الماضي أننا سنجرب أن نحفظ هذه هتين الصفحتين هنا أيها الأحبة الله تبارك وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها سورة البقرة هذا نص يتحدث عن أن هناك ناسخ ومنسوخ ينكره البعض ليست هذه قضيتنا هنا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار هل إذا فتحتم الإنترنت تشاهدون بعض ممن يدعون أنهم أهل الكتاب والكتاب بريء منهم يحاولون تشويه صورة الإسلام لإخراج الناس من الإسلام يأتون بالروايات المزورة لا يقرؤوا مثل هذه الآيات هذه لا يقرؤوها ولا يعرفونها يأتون بروايات أصلا تاريخية غير صحيحة وضعت للتشكيك بالإسلام ويروجوا لها ويقولوا لك هذا هو الإسلام هذه هي أخلاق النبي هذا كذا وكله كذب طبعا يعملوا على كما قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق يعني اليوم أيها الأحبة أهل الكتاب والمخالفين لنا في العقيدة يعلمون أننا على حق والله أيها الأحبة هذا كلام الله ليس كلامي ولكن الكبر يمنعهم طبعا النسبة العظمى كثيرا ود كثير من أهل الكتاب طيب أنا عندما أرى مثل هذا السلوك محاولات مستميتة لتشويه صورة الإسلام لتشكيك الشباب بدينهم لإبعادهم عن هذا الدين يعملون على يعني إخراج المسلمين من دينهم طبعا فقط ضعفاء القلوب طيب ما هو رد فعلي أنا في هذه الحالة هنا الحال أيها الأحبة فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إذن أمر لله أن أتعامل بالحسن والعفو والصفح لماذا؟ لأن هؤلاء لا يعلمون هؤلاء لا يعلمون فعندما أتعامل معهم بالرفق واللين عسى أن يهديهم الله سبحانه وتعالى لأن بالنتيجة أنا أنا نظري على قلب هؤلاء أريد لهم الخير كأن الله يريد أن يقول لك في هذا النص أحب الخير لهؤلاء الذين يريدون لك الشر أحب لهم الخير إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وإن الله بما تعملون بصير هذا النص الثاني إذن أنا أيها الأحبة أقرأ أول نص طبعا في البداية قلت لكم يجب أن نستمع لسورة البقرة كاملة لمدة أشهر وأنا لا أنصح أن تبدأ مباشرة بسورة البقرة لأنها طويلة ابدأ بالسور القصيرة سورة ياسيم مثلا سورة مريم هناك سور تقرأها بعشر دقائق ربع ساعة مناسبة للبدء ولكن نحن الآن مثال من سورة البقرة هذا النص يتألف من ثلاث آيات يتحدث عن نسخ آيات القرآن ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض وما لكم من دون الله من وليه ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ماذا يعني يجب أن نفكر ماذا سألوا قالوا أرن الله جهرة قالوا كذا يعني سألوا أشياء كثيرة تعجيزية ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظل سواء السبيل هل هذا صعب هذا الكلام يعني إذا استمعت له مئات المرات ثم بدأت بقراءته مرة اثنين ثلاثة أربعة بخشوع وكل مرة فكر بمعاني الكلمات سوف تحفظ هذا النص ثلاث آيات تتركه ثم تحفظ هذا النص ود كثير من أهل الكتاب وتتذكر هؤلاء الذين يهاجمون الإسلام هذه الآية تتحدث عنهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تأمرني إذن العلاج لمن يشكك بالقرآن أن أحافظ على الصلاة لأن هذا يغيظهم أيها الأحبة أحافظ على معاملة الحسن معهم لكي أعطيهم أفضل الإسلام الحقيقي أعطيهم صورة الإسلام الحقيقي كما أراده الله سبحانه وتعالى طيب حفظت هذا النص ماذا أفعل الآن أقف وأصلي ركعتين شكرا لله عز وجل أنه رزقني حفظ ثلاث آيات وهنا آياتين ست آيات أقرأ في الركعة الأولى بهذا النص الأول ما ننسخ من آية أو ننسيها كذا حتى سواء السبيل في الركعة الثانية أقرأ هذا النص ثم تأتي مثلا صلاة المغرب أقرأ فيهما العشاء الصبح لا أتجاوزهما حتى أتقن هذه الست آيات ثم أبدأ أتأمل كتب التفسير أقرأ يجب أن تقرأ أتأمل ماذا قال العلماء حتى أثبت هذا الحفظ وبالفعل يعني ثبتته أقرأ هذا النص هنا هذا نص قول اليهود وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم وأتذكر استكبار اليهود وكيف أنهم أن الله حاورهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين يعني الإسلام دين قائم على البرهان والحوار عكس ما يصورون لك هؤلاء الملاحدة يقولون لك الإسلام دين إرهاب وعنف لا يا أخي انظروا بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولهم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء بالفعل يعني أنت إذا رجعت إلى الكتاب المقدس غير متفق عليه بين اليهود والنصارى ولديهم طوائف كل طائفة تعتقد معتقدات خاصة بها فهذا حديث ينبئني القرآن أن الله يحكم بينهم إياك أن تحكم إياك أيها الإنسان أن تقول هذا كافر وهذا مؤمن وهذا إلى الجنة وهذا إلى توزع الأدوار لا الله علمنا قال لك عندما تستمع إلى هذه الخلافات بين اليهود والنصارى والملحدين والمشككين وترى هذه الخلافات وهذا الافتراء على الله توقف فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون الله هو الذي يحكم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم هذا قول سيدنا المسيح عليه السلام فالله عز وجل إن أراد عذبهم أراد غفر لهم هذا قضية لا تخصني أنا كمؤمن أنا عيني على قلب هذا الملحد أو هذا المخالف لي في الدين والعقيدة أتمنى له الخير وأحب أن يهتدي هذه مهمتي كمؤمن ليس مهمتي أن أوزع أدوار من يدخل الجنة ومن يدخل النار ومن هو كافر لا أحكم على الناس أيها الأحب هذا منهج القرآن هنا ومن أظلم مما منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفي لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسعنا هذا النص من آيتين أيضا أحفظه وهنا أيها الأحبة القرآن لا يأمرني باتخاذ أي إجراء أنا كإنسان عادي من يريد أن يخرب مساجد الله الله يعاقبه ولست أنا نص القرآن هكذا لم يقل يجب أن تقتل تدمر كذا لا لا قال لك أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين الله هو الذي يعاقب لهم في الدنيا خزي الله يخزيهم إذن ينبغي أنت كمؤمن أن تبني ردود أفعالك بناء على آيات القرآن لاحظتم أيها الأحبة يعني حفظ القرآن ليس مجرد حفظ هو برمجة لحياتك تغيير لسلوكك تغيير لقناعاتك النص الأخير يتحدث عن قسم من أهل الكتاب وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون طيب هل قال لك كفرهم اقتلهم كذا لا يوجد أي إجراء أنت كمؤمن انظر بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون كأن الله يريد أن يقول لك أثبت لهم بالحجة أن الله واحد أحد عندما ترى إنسان يدعي أن الله اتخذ ولدا أخبره عن هذا الإله العظيم هذا منهج النبي أيها الأحبة حواره مع مع المخالفين له هكذا كان حواره صلى الله عليه وسلم حتى ينتهي هذا النص أيها الأحبة ولا تسأل عن أصحاب الجحي ليست مهمتي أن أحدد هذا إلى النار وهذا إلى الجنة فإذا القرآن يجب أن يغير قناعاتي وسلوكي ومنهجي في هذه الدنيا بعد أن حفظت مقطع مقطع أربط هذه المقاطع يعني أقف في الصلاة فأصلي في الركعة الأولى بهذه الصفحة بعد أن ربطت المقاطع الثلاثة وفي الركعة الثانية أصلي بهذه المقاطع الثلاثة بعد أن ربطت بينها بحيث أنني أتذكر أن هناك ذاكرة بصرية أن الصفحة تبدأ ما ننسخ من آية أو ننسيها نثبتها هنا وتنتهي ولا هم يحزنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهنا تبدأ الصفحة وقالت اليهود وتنتهي ولا تسأل عن أصحاب الجحيم إذن أثبت وإذا استطعت أن تنظر مثلا إلى عدد الآيات في الصفحة رقم الصفحة ولكن هذا الأمر يعني يمكن أن يشغلك عن القضية الأساسية وهي الحفظ تربط بداية الصفحة ونهايتها لكي لا تتفلت منك أي آية هذا الأسلوب والله أيها الأحبة أسلوب سهل بسيط يجعلك تحفظ بمتعة ولا يكون همك الحفظ همك الفهم والتدبر والعمل غير سلوكك بالقرآن العظيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على حفظ هذا الكتاب العظيم إنه سمع قريب مجيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق